نصلى على النبي ونبدأ بسم الله فيلمنا بيبدأ ببنت اسمها كاري وهي في الجنينة وبتشوف بنت صغيرة بتغني وبيعجبها صوتها وبتغني معاها بس بتلاقي البنت بتبصوا لها بصة غريبة وكانت سكتة خالص فبتخاف كاري من نظرتها وبتحس إنها مش حقيقية أساسا وبتسبها وبتمشي وهي متوترة وفجأة بتمسكها واحدة وبتشدها وبتطلع صاحبتها غابي وكانت بتغذر معاها وكانوا بقالهم فترة ما شافوش بعض وبتخذها وبيتمشوا قدام شوية وبيشوفوا دي كورة عيد ميلاد صاحبتهم وبنعرف إنهم متجمعين عشان يحضروا عيد ميلاد أوليفيا وبيجي كريس وده الإكس بتاع غابي وبيسلم عليهم وبيعفوا يهزروا شوية لحد ما بتيجي أميرة العيد ميلاد أوليفيا ودي بقى يا عزيزي كانت واخدة من العمومي على طول دماغة طقة منها على الآخر وعايزة تعتفل بعيد ميلاد مميز وبتخذ منهم الهدايا بتاعتها وكانت مبسوطة وبعد شوية كمان بتيجي سارة وأول ما كري بتشوفها بتتعاكنن وبتلاحز أوليفيا وبتروح لها وبتقول لها ما تفك البوس ده أبوس إيدك وعد اليوم سارة غنية وأنا بحبها وبحب فلوسها أنا عايزة عيد ميلادي يكون مختلف في السنة دي وبتيجي سارة وبتسلم على كاري وكري بتعد اليوم عشان خطر عيون أوليفيا وبتقول لهم أوليفيا إنها عامل لهم مفاجأة وبتعرفوا منها حاجزة لهم تذاكر لمهرجان الموسيكا بلو لايت الشهير وكلهم بيفرعوا جداً ولكا إنهم طالعين يشوفوا حفل الكنج مونير وبيشكروها وبيعود يصرخوا من الفرحة وبتقول لهم إنها عامل لهم مفاجأة تانية وهي إنهم هيروحوا بعربية الوحش بتاعة عم مايكل وبيوصل مايكل وده يبقى حبيب أوليفيا وبينزل فيهم كلهم أحضان وبوس وبعدها بيتفقوا بواحد واقف بيتفرق على المسخرة بتاعتهم وبيقول لهم مايكل إنه زميله في الساكن بس ينسي يعرفهم بيه وبيعرفهم عليه وبيكون اسمه جيسين وبيعرفوا إنه جندي بحرية وكاري شافت جيسين من هنا وتحولت على طول وبتقرب منه وبتقول له ما تحيا مصر يا عامل حد فبيستغرب وبيقول لها مش فاهم قالت له يا أخي بهق معاك كمينك يعني جندي وكده بس كان واضح علي إنه جد جداً وملوش في الهق والمئ ولسه هتجر كلام معها عشان تشقطه بتيجي السفرة صارة وبتقول له إنها عايزة يساعدها وبتخلي كارة هش دبان مع نفسها وبعدها بيركبوا العربية عشان يبدأوا رحلة اللاعودة وبيتفاجوا بالعربية وكانوا أول مرة يركبوا حاجة زي كده وبيعرفهم مايكل إنه استلفها من عمه وهيرجحها بكرة وتقول الطريق كانوا بيغنوا ومزقطتين على الآخر والحد كده يا عزيزي كانت الدنيا جميلة وإشتة صباح الفل وكريسي يا عزيزي شرب كل حاجة في الدنيا والوات تقريباً كان سايب دماغه في البيت وكان معهم بجسمه بس وبيوصلوا البنزينة بيقابلوها في الطريق وبينزلوا كلهم بره العربية إلا أوليفيا ومايكل أخدها على جوة عشان الشيطان كان عايز يقولها ببيرس داي أما صاره غابي بيقابلوا اتنين رجالا مطرتشين وبيفضلوا يرخموا عليهم ويعكسوا فيهم بس البنتين كان لسانه مطول منهم وفضلوا الطريقة عليهم أما كاري بتعمل محاولة تاني مع جيسين وبطهف تقول أي حاجة في أي حاجة عشان توقعوا بس الوقت كان قفوش حبتين وحتى الدحتة كان مستقصارها في الوقت دا كانوا صاره غابي خلصوا طلعين وبيشوفوا نفس الرجالة بترخم على رجل وواحدة فبيشتموهم وبيقولوا لهم يسيبوهم يمشوا والرجالة بيسيبوا الرجل واللي معاه وبيقربوا عليهم وبيفضلوا يرخموا عليهم بكلام وحش ولما جم يمشوا وواحد فيهم مسج غابي وبيتحمق عليها كريس بسرعة بس بيجي جيسين وبيضربهم هما الاتنين وبياخدوا بعضهم وانزران بيخلعوا من المكان وبيطلعوا أوليفيا وميكل عصوت وبيعرفوا باللي حصل معاهم وبيتقولهم أوليفيا أبوس إيديكم صباح صباح مش عايزة حد يجرالوا حاجة النهاردة وببوزوا العتملات لكن بيصدمهم جيسين وبيقولهم ان رجالة وراهم وبيفضلوا يقربوا عليهم لحد ما بيغبطوهم وبيقولهم جيسين يمسكوا في أي حاجة بسرعة وبيلفها بلما الرجل يضربوا طالقة وللأسف بيغيروا طريقهم وما بيعرفوش هما كده فين وبيعفوا على جنب وبينزلوا كلهم من العربية ولما كري بتلاقي شبكة في تليفونها بتقرر تبلغ الشرطة لكن بتترجعها وليفيا وبتقول لها انها كده عبوز اليوم ولما صار قلت لها انت كده هتود جسم في داهي عشان ضربهم رجعت في كلامها ومرديتش تتصل وبيتدايق مايكل ان عربية عمه بازت فبتقول له صار يا سيدي ما تقلاش انا هتديلك بطاقتي عشان ترجع العربية زي ما كانت وبيفرح وبيحضنها وبتخلص حضن مايكل وما بتضيعش وقته بتجري على جيسين وبتشكره عشان انقذهم وبيكرروا يكملوا طريقهم عشان يروحوا المهرجان وبعد ما مشيوا كتير بيلوا نفسهم تيهين وكمان ما كانش في شبكة في تليفوناتهم وما كانوش عارفين منين بيودع لفين وبتقول لهم غابي انها شافت قبل ما الشبكة تفصل انهم يدخلوا يمين وبيكرروا كلهم انهم يدخلوا يمين وبيفضلوا ماشيين في طريق طويل جدا وبيطلع المطارتش ده وبيقولهم ان بطنه كانت واجعاء وعشان كده فقر ديناميت جوه ولما فتحوا كلهم الشبك بتشوف كاري عربية ركنة في الطريق وبتستغرب وبتقول لغابي مين اللي يركن عربيته هنا ويسيبها قالت لها انت شغلة بالك لي يا ستي عادي يعني ممكن تكون شطبة بنزين مثلا ممكن يكون ركنة ونزلوا وتمشوا في الغابة عادي يعني ما تحطش في بالك والليل بيلي اللي عزيزة عليهم وهم لسه في الطريق وما كانوش عارفين يروحوا على فين لحد ما بيلاقوا حانا في سكتهم وبيقولهم مايكل انه هنزل اسألهم فبيقولوا كريس خليك انت وانا هنزل بس ما بيكملش كلامه وبيقعوا وبيغم عليه وبيفتكروا انه نم على نفسه منقطر الشرب وبياخدوه بيشلوه جوه وكاري بتنزل مع مايكل واول ما بيدخلوا جوه الناس كلها بيبصوا لهم باستغراب وبيتروح جابي تسأل على خريطة بس ما حدش بيرد عليها فبيقولوا مايكل انه عايز يوصل لمهرجان بلولايت الراجل قال له لف ورجع للطريق السريع مايكل طلع خريطة قديمة لها في العربية وبيقولوا انها من سنة 1998 ممكن بس تشاولي على المكان الراجل برضو قال له لف ورجع عالطريق السريع حسن لك فبيقولوا ايه شغل رونج تيرني دا يعمل حج وبيسأل الناس اللي قاعد على المكان بس برضو محدش بيرد عليهم كاري قالت له احنا كمان هنطلب عاش عشان كلنا جعانين فبيقول لها احنا خلاص افنا وبيطلع سلاحه وبيهددهم بيه ولما بيطلعوا برا بيلو تترفع حبيتين صراصير وعمل تتحك لوحدها والمكان كان مرعب جدا وبيتشوف كاري عربيت الرجال اللي كانوا بيرخموا عليهم بس ما بترداش تقول لها اي حد فيهم وبيقول لهم جسن حتى لو الخريطة قديمة فاكيد مش هتكتب علينا احنا هنمشي ورا الخريطة واكيد الطرق ما تغيرتش وبيكملوا الطريق وبيفضلوا ماشين في الغابة وفاجأة مايكل بيقبط حاجة وبيقفوا ما كانش شايف اي حاجة قدامه والدنيا كانت كحل والكل بدأ يتوتروا وكل واحد فيهم بقى بكلمة ولما مايكل جي تحرك بالعربية عشان يكمل طريقه العربية بتعتله ما بتشتغلش فبيكرر انه ياخد الكشاف وينزل يشوف العطل من ايه وبالمرة يشوف اللي قبطه وبيفضل يدور بس ما بيلاقيش حاجة وبيفتح العربية وبيصلح العطل اللي فيها وكلهم بيفرحوا انهم خلاص يقدروا يمشوا بس بيسمع مايكل صوت حاجة بتجري وبيفضل يدور حواليه وكان بدأ يقلق وبعدها بيشوف حاجة هو بس اللي شافها وبيقرب عليها وكانت أوليفيا متابعاه وفاجأة بتصرخ أوليفيا وبتفضل تقول مايكل مايكل طيب ما له ايه اللي حصل له يا ست انتي مش عارفين هي قتلها صدمة وما تكلمتش تاني فبيقلهم جيسين يسيبوها نايمة متغطية لحد ما تفوق لوحدها وفاجأة بيسمعوا صوت مخيف وحد بيندع على مايكل وبيضحك وبيفضل يبصوا من الشباك وهم مرعوبين وبيقرر جيسين انه ينزل يدور على مايكل وبيطلع مسدس لقافة العربية وبيفتح كشفه وبينزل يدور عليه وبيفضل سمع أصوات مخيفة والصوت حد كان بيندع على مايكل فبيتوتر وبيقول له مايكل لو بتهزر ياريك كفايا كده بس الصوت يا عزيزي كان بيقرب عليه أكتر وأكتر وبيفضل يلف حوالين نفسه كده لحد ما بيظهر مايكل بشكل مخيف وبيسمعوا صوت ضرب نار وما كانوش عارفين من اللي ضرب مين ولما جات كاري تبص بتلاقي باسم الله الرحمن الرحيم ايد بتلمسها وبتصرخوا الباب بيتفتح فجأة وبعد ثواني بيجي الجسن وبيقول له مهربوا بسرعة وما بيكملش الكلمة وحاجة بتسحابه وبيخافوا وبتحاول غابي تقفل الباب عليهم وصارة وكاري بيحاول يقفلوا الشبابيك بس كأن في حد مساكهم وما كانش عايزهم يقفلوهم وبيفضلوا يعفروا لحد ما بيقدروا يقفلوهم وبيقعودوا على الأرض وما كانوش فاهمين اللي بيحصل وفجأة الشباك والباب بيتفتحوا لوحدهم وبيترعبوا وبتقوم صارة سوء العربية وبمجرد ما بتمشي شوية بتغبط في حاجة زي مايكل بالزب وما كانوش عارفين إيه اللي بيغبطوه كل خمس دقايق ده وكمان بيلاؤوا العربية بترجع لورا لوحدها وكان في حد بيسحابها نفس المكان فبيترعبوا لما بيلاؤوا نفسهم في نفس المكان بالزب ولما جات صارة تمشي العربية بتعتل تاني فبتنهار غابي وبتفضل تزعع وتقول لهم يتصرفوا بس بتهديها كاري وبتقول لها النوم كلهم في الهوى سوى يعني هدي كده وخلينا نفكر بالراحة والتلاتة بيحضنوا بعض وبيطمنوا بعض بالكلام ولما بيلاؤوا الشبابي كتقفلوا تاني لوحدهم بيترعبوا أكتر وأكتر وبتحس الغابي إن دي لعبة بيلعبوها عليهم وبتقول لهم إنه مايكل وجيسين أكيد بيعملوا فيهم مقلب عشان يعني أوليفيا كان نفسها في عيد ميلاد مختلف وصارة بتصدها كلامها وبتقول لها أيوة فعلا كاري قالت إزاي يعمل في حبيبته كده ده من ساعة اللي حصل وهي في صدمة غابي قالت لها أكيد هي مشاركة معاهم ما أنتو عارفينها طول عمرها بتعرف تمثل كويس جدا صارة قالت أيوة عندك حق مايكل وجيسين اختافوا وأوليفيا الوحيدة اللي شافت اللي حصل مع مايكل أكيد هم هم المكان ده قبلنا وزبطوا كل حاجة عشان يعملوا فينا مقلب فبتقول لهم لا أنا مش مكتانعة إزاي هيشدونا بالعربية الوراء ممكن يكون اللي بيعمل فينا كده الرجالة بتوع البنزينة أنا شفت عربيتهم لما كنا عند الحانة قالوا لها أكيد مش هم هم لو كانوا شافونا كانوا جوم ورانا على طول كاري قالت لهم طيب لو كان كلامكم جد وجداني أوليفيا هتفضل تمثل كل ده إنها في صدمة صارة قالت لها إنها أخدت من كريس برشامة وأكيد ده من ضمن الاتفاق عشان تناموا ما تتحكش فبتقتنع وكانت عايزة تقوم تصحيها بس بيقولولها ما تفسدش المفاجأة بقى وبيقوموا يصوروا وبيقولوا إن أوليفيا بتكره دخان السجاير وما بتستحملوش ولما بيقربوا منها الدخان ما بتتحركش وبيتصدموا وبيلاقوا العربية بتتحرك بيهم وكان في صوت تكسير وأصوات مرعبة كتير وبتقوم كاري وبتصرخ بقل وساطها وبتقول لهم مستوب بالحد كده وفعلا الصوت اللي بره بيختافي فبتجري غابي على كريس وبتزعب فيه وبتقوله إنه عديم الفايدة وملوش ستين لازمة بس بتلاقيه برضو ما بتحركش وكان في إيده كيس مليان أقراص وبتخف عليه وبتنده على صحابها عشان يساعدوه وبيلفوه بيحاولو يفوقوه ولما فاء قال لها إنه كان بيحلم بكابوس وحش جدا وبيعرفهم إن مايكل وجيسين ماتوا وبعدها بينام على نفسه تاني فبيستغربوا إزاي عارف بموضوع مايكل وجيسين وهو كان مغم عليه أساسا وبيخمنوا بما إنهم في غابة يبقى أكيد الصوت المرعب ده يبقى دب أو مجموعة دببة وهو اللي بيحرخ العربية كمان غابي على تلوم إنها شكة في جيسين هو غريبه مايعرفوش أي حاجة عنه ده غير إنه هو السبب في إننا نيجي المكان ده أساسا بس صاربت احترد وكاري برضو بتقول إن الرجالة بتوعي البنزينة هم اللي بيعملوا فيهم كده والتلاتة يا عزيزي أعصبهم بزت على الآخر وبقوا يتخنقوا مع بعض بس بترجع غابة هديهم وبتقول لهم مهما كان اللي بيعمل فينا كده لازم نبقى إيدوا واحدة لكن بيتفجوا بأوليفيا وهي بتتكلم في التليفون وبتقول حاضر وهاجي فبيجروا عليها وبيقولولها بتكلمي مين بس ما بتردش عليهم وبتنزم العربية وما بياخدوش بالهم عشان كانوا بدوروا على تليفوناتهم ولما ما بيلقوا هاش بيترعبوا أكتر وأكتر وبيلقوا تليفونها بيرن وكان مايكل فبترد سارة وهي متعصابة بس بتسمع نفسها وهي بتردد نفس الكلام اللي بتقوله وفجأة بتسمع صوت صفرة عالية وبيشوفوا أوليفيا تحت وبينزلوا عشان يشوفوها بس الباب ما كانش عايز يتفتع حاولوا كذا مرة وما كانش في فايدة وبيشوفوا أوليفيا وهي ماشية لوحدها وبيفضلوا يزمرولها ويندهوا عليها وأوليفيا يا عزيزي كانت فعلا موازي وكانت سمع صوت مايكل وهو بيندع عليها وأول ما بتقرب بتقوله إنها جات لوحدها زي ما هو طلب بس بتشوف ناس كتير وكانوا بيغنولها هابي بيرس داي طلبتها ونلتها ياختي وبيتخافوا بتجري منهم بس بيشوفوا دخان كتير بيتلم عليها وبعدها بسواني بيشوفوها وهي بتجري بس بيلقواها ويفتوا قدام العربية وبتعمل حاجات غريبة وهي أصلا يا عزيزي كانت وقفة عند الباب وعملت خبط وتستنجت بيهم وكانوا سمعين صوت الخب بس في نفس الوقت شايفين أوليفيا قدامهم ولما جات غابي تفتح لها الباب منعتها صارة وقالت لها أبوس إيدك يا غابي ما تستخبيش وقالت لها أبوس كويس أوليفيا مش تحت إحنا لو فتحنا الباب هنموت وبيتشوف فعلا أن أوليفيا وقفة قدام العربية وفاجأة بتختفي وبيتصدموا وبيقولوا أكيد مش هتختفي بسهولة كده هي أكيد خافت وجريت في الغابة بس إحنا ما شفناهاش وبيقعدوا التلاتة يلوموا في بعضهم وبيقولوا كان يوميسويس ومنيل يوم ما فكرنا نحضر المهرجان ياريتنا كنا سمعنا كلام صاحب الحانة ورجعنا للطريق السريع كاري قالت لهم اللي حصل حصل خلاص خلينا في الكرسة المهببة اللي احنا فيها أهم حاجة نفضل في العربية ومع بعضنا وبتقوم غابي وبتصبوا لهم وبيشربوا هم التلاتة وبيقعدوا بعدها يتكلموا مع بعضهم وبتحكي سارة إن أبوها كان عايز يطلع عمها من المراس وعشان كده أخدوا للغابة ورجع من غيره وقال إنه دايما سكران والسكرانين ما لهمش إنهم يمسكوا فلوس بس ما حكاش إيه اللي حصل معاه في الغابة وبتقول لهم بعد اللي مرد بالنهار ده صدقت الحكايات اللي بتتقال عن الغابة المسكونة كاري خافت وقالت لهم إحنا ممكن نكون عدنا على مقابر هندية وما نعرفش فبتخمن إن المكان ده حصل في حاجة وعشان كده هو مسكون وبيسحب أي حد يعدي منه سارة قالت مهما كان اللي في المكان إحنا هنا كده في أمان وساعتين والشمس هتشرق وعنقدر نمشي بس فجأة بيسمعوا حد بيخبط عليهم والصوت بيزيد وبيضرعبوا أكتر وأكتر وبيفضلوا يصرخوا والخبط عمال يزيد وبتقول لهم غابي كل واحد يدور على أي حاجة يدفع بها عن نفسه وبتتخضي كاري لما بتشوف تعبان متحنط وبسبب خضتها النار بتتفتح وكانت هتولع فيهم بس صارة بتلحاها بتفاية الحريق وبيلاقوا إن الصوت المرأة بختفى فبتكرر غابي إنها تنزل وتطلب المساعدة من أي حد وبتقول لهم إنهم مش هيفضلوا قاعدين حطين إيدهم على الخدوم كده وبتحضنهم وبتقول لهم يخلوا بالهم على كريس وبتاخد الفاس وبتنزم العربية بس بتتصدم لما بتلاقي أوليفيا متفرتك قدام الباب وبتفضل تعاية وتقول لهم إحنا السبب هي استنجدت بنا وإحنا اللي خفنا نفتح لها صارة قالت لها انت شفت بعينك إنها ما كانتش واقفة يمكن اللي عمل فيها كده هو اللي جابها هنا فبتقول لها طب والإيد دي بتعمل إيه وبيتصدموا وبيحسوا بالزم وبتقول لهم غابي يقفلوا الباب عليهم وهي هتطلب المساعدة وبتنهار كري على منظر أوليفيا وبتلوم في نفسها إنها ما فتحت لهاش الباب بس بتهديها صارة وبتقول لها إن أوليفيا نفسها كانت هتعمل كده لو في حد فينا تحط مكانها وبيجمعوا كل اللزق اللي في العربية وبيقفلوا الشبابيك وأول ما بيعودوا عشان يرتاحوا النور بيقطع صارة قالت لكري اهدي وخلينا الفكر وبيقوموا يدوروا على شمع وبيطفوا نور الكشاف عشان يوفروا البطارية ولسه بيقولوا يا هادي الشمع بيقفل لوحده صارة قالت لها عادي يعني ما هب تحصل برضه وبتولع الشمع تاني وما في السواني وبيقفل كله من تاني وفجأة نور بسيط بيتفتع وبيلقوا التلفزيون اللي قدامهم جاي بصورة صارة بس الكري ما كانتش معاها في الشاشة وبيتصدموا لما بيشوفوا كريس معصرة في الشاشة وفجأة نور بييجي وكريس بيصحى وبيقوموا يجروا عليه وهم مرعوبين ولما بيلاقي الدنيا متبهدلة سألهم هو اللي حصل فبيقولولوا على كل حاجة وطبعا ما بيصدقهمش وبيقولهم من الدماغ اللي كان عاملها راحت خلاص يعني مش هعرف اعيش معاكم المود اللي انتوا عايشين فيه ده حاولوا يكنعوه بس برضو ما صدقهمش وفجأة بيسمعوا صوت مخيف ولسه هيتكلم بيلاقي النور فاصل والخب تشتغل وكل الشبابيكو ستارت فتحت لوحدها كريسة صدم وقال لها حلفوا انكم مش شاربين وبتعملوا مقلب صار قالت له ما تفوق بقى ويفهم الكلام احنا في كارسة ولازم نمشي من هنا ولما عرف ان العربية متعطلة قال انه بيفهم فيهم وبيقوم فعلا وبيصلح لهم كربط العربية وبعدها بياخد العدة عشان يشوف حطل العربية من برة وبيفتح الباب وبيتصدم من منظر أوليفيا وبيروح ناحية الكبوت وبيحط العدة في الأرض وبعدها بيفتح الكبوت بس بيلاقي العدة اختفت من تحته فبيخاف وبيندم النصح من الغيبوبة اللي كان فيها وبينزل تحت العربية يشوفهم وكانت ركب وبتخبط في بعض ولما صار بصت ما بتلاقهوش وبتقول لي كاري انه اختفى والمعلم كان تحت العربية مرعوب وفجأة السكينة بترشاه في ايديه وبتلاقي حد بيصحبه من رجله بس في الآخر بتطلع كاري وبتقطع البلوزة بتاعتها وبتلف في ايده بيها وبتساعده عشان يقوم يشغل العربية وفعلا بيشغلها بس فرحيتهم ما بتكملش والبنزين بيخلص اول مخرج افش يموتهم كاري علي تلوهم ان الخزان في العربية من ورا وبتلف هي وكريسة عشان يجيبوه وفي نفس اللحظة صار بتسمع صوت أوليفيا وكانت بتستنجد بيهم والباب بيفضل يتفتح ويتقفل لوحده وبتسمع صوت عالي جدا وبتحط ايديه على ودنها وبتفضل تصرخ وكل ده ما كانش حد ولا سمحها ولا حاسس بيها وبتشوف دوق أحمر وجامايكا لابس سود وجاية عليها فبتمسك السكينة عشان تضربه اما كاري وكريس بيلوهم جرة البنزين دي سايحة وبتطلع كاري تجيب اي حاجة تفتحها بيها وهب صار بتضربها وكانت فكرها جامايكا وبتحتزل له وبتشيل منها السكينة وبيشوفوا دوق عربية جاية عليهم فبيندهوا على كريس عشان يطلب المساعدة من العربية دي وفعلا بيروح يقرب منها وبيفضل شاولها لكن فاجأة العربية بتقفوا النور بيتقفل وبيسمع صوت غابي وبتندع عليه بس بيخافوا بيقولها انه هيرجع للعربية حسن له وفاجأة بيلاء العربية اشتغل التاني وبتجري وراه لحد ما بيلبس في العربية التانية وبيودع هو كمان وكاري وصارة كانوا مظلومين وخلاص فقدوا الامل وبيفضلوا عاديين كده ومش عارفين يعملوا ايه وبعد شوية بتفوق كاري وبتلاقي صارة حضنها وفجأة بتتحول وبتمسك في زمارة رقابتها وكمان بتعمل نفس الصوت المخيف اللي بيسمعوه برها العربية وبتشوفها وهي خارجة من القوضة وبتتحك ولما صارة الحقيقية بتفتح الباب وبتطلع بتشوف كاري وهي بتخنق نفسها وبتجري عليها بسرعة وبتفوقها بس بتلاقي شكلها بيتغير وبتضربها بالسكينة في نفس المكان وبتصرخ وبتبعدها عنها لكن يا عزيزي بتطلع انها بيت هيق لها وبتتأسف لها وبتقول لها مش عارفة ايه اللي بيحصل لي وبتلاقي الراديو اشتغل لوحده وبتسمع نفس البنت الصغيرة بتاعت اول الفيلم وكانت بتغني وبتتعصب وبتفزل تكسر في الراديو وبتخاف صارة من تصرفاتها وبتتصدم لما بتشوف علامة على قفاها وبتسألها الواشم ده بتاع ايه كاري قدت لها معرفش فبتوريها كتاب السحر الاسود وبتقول لها نفس العلامة دي وفجأة بيلاوا دخان كتير داخل جوه العربية وبتقول لها كاري انهم لازم يطلعوا بسرعة من العربية دلوقتي وبتخب بعضها وانظرن على برة بس بتلاقي الباب بيتقفل على صارة وبتشوف الدخان وهو بيتلمع لها جوه العربية وبتصرخ وبتجري بسرعة من المكان وبتفضل تجري في الغابة لحد ما بتكعبل وبتقع وبتشوف رجل غابي صاحبتها على الارض يعني كده يا عزيزي كلهم باي باي كامبوري وبتقوموا بتكمل جري في الغابة لحد ما بتشوف الطريق قدامها وبتطلع وهي فرحانة والدنيا مش سايعاها لكن بتحصل حاجة غريبة والله يا عزيزي انا نفسي مش فاهم اللي حصل واول ما العربية بتعد من جنبها الحزينة بتختفي يعني تقريبا كده هي كمان باي باي كامبوري واللي بيدخل الغابة دي ما بيخرجش منها المهم بعدها بنشوف عربية فيها شوية شباب وكانوا فرحانين انهم رايحين مهرجان بلو لايت وبيشوفوا عربية عام مايكل عالطريق وبيستغربوا من العربيات اللي ركنا في الطريق زيها وطبعا برضو يا عزيزي كده عرفنا اللي هيحصل لهم وبيخلص الفيلم على كده اللايك بقى الجميل وما تنساش تدي على المخرج عشان يعني معرفناش مين اللي بيعمل فيهم كده وشوفكم الفيلم الجاي اشتركوا في القناة